بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم والنهاردة موضوع مهمة أوي كلنا محتاجين في حياتنا وفي تعاملاتنا وفي بيوتنا مفاتيح البركة الثمانية أنا عايز ربنا يباركلي أقول لك على تمن مفاتيح تمن مفاتيح مهمة أوي لو أنت عملتها ربنا سبحانه وتعالى هيباركلك أول حاجة ادعى ربنا سبحانه وتعالى يا رب باركلي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في دعاء أن نقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وباركلي فيما رزقتني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قاله فإحنا ليه ما ندعيش ربنا يا رب باركلي ليه ما في كل سجود بعد كل صلاة يا رب باركلي باركلي في زوجتي باركلي في أولادي باركلي في وظيفتي باركلي في عربيتي باركلي في حياتي باركلي في بيتي باركلي في مالي وسع علي أو وسع لي في داري وباركلي فيما رزقتني والبركة طبعا أنت مطلوبها تطلبها من الله سبحانه وتعالى و لازم تعرف أن الأرض أصلا مليانة بركة الله أوجد فيها بركة من قبل أن نخلق السماوات والأرض قل إنكم نتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها و قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين يبقى أول مفتاح من مفاتيح البركة أن تسأل الله سبحانه وتعالى و أقول لكم على حوار مهم من أول سدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا أنس اللهم أكثر ماله و ولده وبارك له فيما أعطيته ده دعاء ولا مش دعاء دعاء سدنا أنس يقولي والله إن مالي لكثير و إن ولدي و ولد ولدي ليتعادون على نحو المئة يبقى ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة سدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسدنا أنس ولا لا استجاب قل إن مالي لكثير و إن ولدي و ولد ولدي ليتعادون على نحو المئة خذي اللي جايبة السائب بن يزيد أحد صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجع كان في حاجة بتوقعين فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ودعا لي بالبركة دمين السائب بن يزيد الجعيد بن عبد الرحمن بيقول حاجة عجيبة أول بقول رأيت السائب بن يزيد وهو ابن أربع وتسعين جلدا معتدلا عند أربع وتسعين سنة بس تحسوا أن شاب كده جلدا معتدلا يقول السائب يقول له والله ما متعت ولا أرى هذا ما متعت بسمعي ولا بصري إلا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الدعاء يا جماعة واحد اثنين أنت على فكرة ممكن تلتمس الدعاء من أنك تصنع طعام إزاي يعني اصنع طعاما ودعو عليه أحد أو ادعو له أحد يا جماعة أنا عزمك النهاردة ما تيجي تأكل معا تيجي تتغدى معا النهاردة أتعمل والله أنا عايز حد يشرفني إصحابك أريبك أريب زكتك جرانك حبيبك ليه علشان يدعو لك بالبركة اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيلتمس آه يلتمس للدعاء ممن دعوتهم على طعامك رقم اثنين صناعة الطعام ثلاثة قراءة القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك عاوز ربنا سبحانه وتعالى يبرك لك في وقتك وفي صحتك وفي حياتك وفي جسمك وفي دنيتك عليك بقراءة القرآن هذا كتاب أنزلناه مبارك لمن من نسع يقول الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالبركة لأن من قرأه وعمل به واتبعه يبارك له تقرأ القرآن وتعمل به الله سبحانه وتعالى يبارك لك برقم ثلاثة قلنا قراءة القرآن أربعة صلاة الفجر صلاة الفجر صلاة الفجر السيدن أنس عاش فوق المئة سنة وما ضيع الفجر في حياته إلا مرة واحد وكان كلما تذكر بكى وما كانش مثلا بيشيط ولا كان بيلعب ولا كان بضيع وقت ولا كان صهران قدام الميديا ولا قدام التلفزيون ولا كان على كفي ولا كان قاعد بضيع وقت مع أصحابه لا كان في معركة تسطر سنة 17 رجلية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب شغله أو شغلته المعركة عن صلاة الفجر ما أدركنا أن الفجر قد طلع أو أن الشمس قد طلعت إلا بطلعه أو أن الفجر قد فتن إلا بطلع الشمس عادين يقاتلوا طول الليل حد ما طلعت الشمس دي المرة الوحيدة اللي سيدنا أنا أزضيع فيها الفجر انت كم مرة ضيعت الفجر اللي أسبوع ده أو الشهر ده أو السنة دي لما تلاقي مثلا سنقول أن سيدنا أناس عشر مئة سنة شغل الخمستاشر اللي هي دون سن التكليف بخمسة وتمانين سنة تضرابها في تلتمية خمسة وستين هتديك ما يقرب من واحد وتلاتين ألف يوم سيدنا أناس ضيع فيها الفجر مرة واحدة تب بالله عليك أنت ضيعت الفجر الشهر ده كم مرة ولا الأسبوع ده ولا السنة دي كم مرة سيدنا أناس مرة واحدة في الواحد وتلاتين ألف يوم وليه الفجر بركة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها والعلماء يقول الصباح وقت الأرباح سيدنا عجل ابن عباس عندما رأى أحد أولاده قد نمى بعد الفجر قال أتنام في ساعة توزع فيها الأرزاق يبقى قلنا أول حاجة تسأل الله سبحانه وتعالى واحد اتنين قلنا صناعة الطعام تدعو إليه الناس تلاتة قراءة القرآن أربعة الفجر خمسة أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة طبعا بركة وبالذات في موضوع الأكل يعني إحنا مثلا حد مثلا فيه أكل لما تأكل لا تأكل من وسط الطبق أو من وسط الإناء فإن البركة تتنزل في الوسط لكن كلوا من إيه من حافته ولا تأكلوا من وسطه هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تبع السنة في الطعام في الشراب في اللباس في أي حاجة هتلاقي بركة بعد كده السلام على أهل بيتك ترقم ستة تسلم على أهل بيتك بركة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وسيدنا النبي لما أوصى سيدنا أنس قال له يا أنس إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك وانت داخل كده ما تقولش فيني الأكل عامليني النهاردة مش عارف إيه وتزع لا ليكن قدومك على البيت محبوبا ومرغوبا يبقى سلم السلام عليكم ورحمة الله دي ستة سبعة تكل الحلال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه يبقى تكل الحلال تتحرى الحلال ربنا يبارك لك رقم تمانية والأخيرة من مفاتيح البركة الثمانية أن تنفق ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا يعني الأنفق ده يا رب تديله كمان يا رب بارك له وأعطي ممسكا تلفا وربنا قال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه عاوز ربنا سبحانه وتعالى بارك لك اعمل تمنح جديد ستتحقق البركة لك ولأولادك في حياتك وفي بيتك في معيشتك وفي دنياك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا اللهم أمين شفق على خير السلام عليكم ورحمته وبركاته وبركاته